اشتركوا في القناة وحاضر في القلوب وحاضر في المشاعر وحاضر في الضمائر والعواطف والوجدان وأن هذا الإنسان الله عز وجل أعطاه هذه القيمة الكبيرة وجعله مهوى أفئدة الناس لا شك أن هذه لحظة يعشقها كل إنسان مؤمن أتمنى أن أحصل على ذلك لو أحدثه عما تعيشه هذه الأمة من مرارات من مآسي من حكاية يشيب لها الشبان أنا أعترف أنني ضعيف أمام الحسين العجز عن التعبير أبلغ من كل تعبير أمام الحسين تقتلني الذمعة الساكبة أمام الحسين لا أملك غير دموعي كياني كله يهتز أستطيع أن أقول أنه لو استطعت أن أصل إلى هذا المكان قد أجهش بالبكاء ولا أستطيع أن أتحدث بشيء سوى أن ضميري يتحدث إلى الإمام سوى أن مشاعري الجياشة تتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام سوى أني أتمنى أن أقبر بجانب قبره الشريف المبارك ماذا أقول لرجل مات من أجلي حتى يوصل إلي إسلاما صحيحا نبويا محمديا أقول له سيدي يوم أولاي أنت لنا درسا خالدا أنت لنا نبضا استطاع أن يغير الكون لو لاك يا سيد الشهداء لما كنا ولن نكون يوم من الأيام السلام عليك يا أبا الأحرار السلام أول كلام السلام السلام عليك يا أبا الأحرار وسأقول إمام الحسين عليه السلام لأن إمام الحسين عليه السلام كمثل أنا دخلته أسلم عليه أسلم عليه إمام الحسين وأذكر التاريخ عن إمام الحسين عليه السلام سيدي يا أبا عبد الله أنت المستقبل الذي كنا نتأمله وتلك الحياة الأبدية التي ننتظرها يوم القيامة ماذا عسى الإنسان أن يقول عندما يصل إلى هذا المكان إلا أن يقول اللهم تقبل منا أن نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام وأن يرزقنا شفاعة الحسين في يوم المرود وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته فقط ما أستطيع أن أقوله هو السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائكم عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم حسو أنا في مكان في مكان أستشهد في ذلك المكان في هذا المكان حسين بن علي عليهم السلاة والسلام لأجل الحرية لأجل الكرامة الإنسانية يبقي القلب قبل أن تبقي العين ويبقي ضمير الإنسان قبل أن يبقي لا شك أن البكاء هذا حاجة بسيطة قياسا لما قدمه الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين يستحق منه أعظم من البكاء يستحق منه أن نضحي بكل ما نملك من أجل خدمة الإمام الحسين ومن أجل التبشير بأهداف ومبادئ الثورة الحسينية المباركة لأنني أستحذر المظلومية كل المظلومية وأستحذر أيضا الإباء والشجاعة في أحلى صورها ومعانيها الإمام الحسين عليه السلام نحن عندما نزول قبره الشريف ضريحه المقدس نشعر بروحانية تختلف عن أي مكان آخر روحانية المكان قدسية هذا المكان خصوصية الإمام الحسين عليه السلام تجعل الإنسان دائما في حنين إلى زيارته المباركة يؤسس الإمام الصادق عليه السلام يؤسس إلى قضية في هذا التفاوت في مقدار الأجر والثواب أن هذا التفاوت يقوم على أساس العلم والمعرفة بشخصية الإمام الحسين عليه السلام لذلك كلما ازدادت معرفة الإنسان بالإمام الحسين عليه السلام كلما ازداد أجره كلما نستطيع نقوله نحن فقط نحن المستفيدون ومجرد وجودنا في قبره وفي رودته المهم إذا ذكرنا هذا أمامه فهذا هو الذي نستطيع أن نفعله لأنه هو نفسه والسلام وبعد ذلك كل ما يترتب فيه هذا يترتب الذي يقف على قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يحدد من البداية أنه لماذا يقف إذا القضية قضية زيارة وأجر وثواب أهل البيت عليهم السلام وصلوا إلى مستوى أنهم لم يكلفون بالوقوف على القبر بل في بعض الأحيان اكتفوا أن الإنسان يصعد إلى سطح داره ويتوجه إلى قبر الحسين عليه السلام ويزور القبر الشريف لكنه أن تأتي وفي بعض الروايات الحث أن يكون المجيء إلى قبر الحسين عليه السلام بهيئة يعني غبر زورني غبرا شعثا يعني أغبرا وأشعثا ويأتي سيرا على الأقدام كل هذا العناء وهذا التصوير لكيفية زيارة الإمام هذه لا بد أن تخفي وراءها أشياء وأشياء المهم أن الإنسان عندما يقف في هذا القبر الشريف لا بد أن يسلم على الإمام وعلى أصحابه وأن يدعو الله أن لا يكون آهر الأهد بزيارته سلام الله عليه أن الذي يأتي ويقف على قبر الحسين عليه السلام عليه من البداية أن يحدد الهدف من هذا الوقوف لماذا أنا أقف على قبر الحسين؟ أقف لأجل الأجر والثواب يمكن أن يتحقق في الزيارة عن بعد أقف من أجل ديمومة التواصل هذا لا بأس ممكن أن يكون لكن في بعض الأحيان أنه عندما يكون هذا الشخص هو القرآن الناطق يعني هذا الفكرة عندي بالبداية في عندي فأني مثلاً سيني يعني معرفة بسيني يعني مذهب سني فشيء ما يعني لا يوجد في سين فأني بالنسبة عن المكاني يعني يعني شيء فعلاً ولكن ليس أنا وحدة سني أو يعني فقد الشيء يأتي إلى كربلا يزور إمام حسيني عليه السلام والعالم يجب كل أجي الخصوصاً نحن مسلمين هو سني والشيء لأنه لا يوجد فرق أو مثلاً بشرط لازم شيء يأتي يزور إمام حسيني عليه السلام ولكل العالم والمسلمين وغير مسلمين يأتي يزور إمام حسيني عليه السلام ويتعلم من إنسانيته الوقوف أمام قبر الحسين إذا كان بهذا المعنى وبهذه الدلالات يمكن أن تكون له انعكاساته على النفس الإنسانية يمكن أن تكون له انعكاسات حتى على مستقبل الإنسان لذلك حقيقة نحن لا ندعي ولكن نقول نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أننا عندما نقف على قبر الحسيني عليه السلام أولاً نستشعر أمام من نحن وقوف ثانياً نستشعر منظومة القيم التي يحملها صاحب هذا القبر ثلاثة نستحضر تلك البطولة والشجاعة وتلك اللا التي بقيت مدوية وانتصرت على السيف الذي قطع رأس قائل هذه اللا نقف على قبر الحسيني عليه السلام ونستحضر تلك المأساة العظيمة تلك المأساة التي أودت بحياة ابن النبي صلى الله عليه وآله أنا اليوم موقعي كما سألتني وأرون موقع الإنسان المغبوط لأني زرت وموقع الإنسان المسرور لأني تبركت وموقع الإنسان الذي يتوق إلى الزيارة مرة أخرى ووعدت نفسي بعد أربعة أشهر إن كربلا مثلث إباء مثلث إباء تمثل في الحسيني والعباسي وزينب الحورا عليهم صلوات الله تجد هذا المثلث يلتقي في شخص واحد وهو شخصية أبيهم وقائدهم وملهمهم الإمام علي بن أبي طالب قائد هذه الإنسانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نريد أن نقف أمام هذه الزاوية الفريدة من نوعها المعطاء التي تمثل قمة الوفاء قمة الإثار وهو سيد الشهداء بعد أخيه يوم كربلا الإمام العباس عليه السلام الذي وقف أمام هذا البعد ليجسد هذه المآني الدقيقة التي استطاع من خلالها أن يمثل تلك الروح المعنوية ولكن بالنسبة لكربلا نحن لم نعرف كربلا من قبل إلا هذه السنة سهدنا الكربلا كنا نسمع كربلا أو نقرأ في الكتب ولكن هذه السنة سهدنا كربلا ووجدنا يقين الأيقان من ما كنا فيه ووجدت هنا غرائب كثير في دريئته ودعونا هناك الدعاء خرجنا من قبره ولم يكن دقائق ذلك الدعاء يعني كان موجود وقال استجابة هذا غريب فيه نية التي كان إندي بنية دعاء دعوتهن وخرجت من قبره بدقائق استجابة هذا سيء عجيب من بداية ذلك الحمد لله إندي حقية عليه في هذه الدنيا وفي الآخرة نعاهد أبا عبد الله الحسين على أن نظل في خطه ولن نترك رايته تسقط ما حين أبدا نعاهده أن التكفير الذي كان أول من قاومه في تاريخنا الإسلامي لن يلغي التفكير في عالمنا العربي والإسلامي نعاهده أن الإسلام المسروق إلى هاوية الإرهاب سيعادل حضن جده رسول الله عهد مننا بدمائنا بأقلامنا بألسنتنا بشعورنا بأرواحنا للحسيني ابن علي ترجم بأرواحنا لن搭حنا اشتركوا في القناة